على هذه الخارطة تزحف قوات الجيش الوطني والمقاومة باتجاه مدينة صعدة استراتيجية عسكرية جديدة بدأت تتكشف بالسيطرة على منفذ البقع الحدودي وفق مصادر محلية فإن القتال كان خاطفاً والسيطرة كانت سريعة فقد تمكنت القوات من إحكام قبضتها الكاملة على المنفذ والتقدم عشرات الكيلوهات باتجاه مركز مديرية كتاف في الحسابات العسكرية لا يبدو هذا التقدم اختراقاً بسيطاً أو محظى مناورة ورسالة بالقرب من رأس قيادة الميليشيا لكنه إنجاز يبنى عليه في خارطة السيطرة العسكرية على الأرض ومن المتوقع أن يكون البقع التي تعد منطقة استراتيجية مهمة منطلقاً لعملية عسكرية واسعة باتجاه مدينة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي وحاضنته من رئيسه استناداً إلى الوقاع العسكريات الجارية تبين أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تستعد لفتح جبهة قتالية في صعدة وهو ما يعني تطويق رأس التمرد وسحبه إلى الوراء فالشاهد أن هذه العملية تستهدف تأمين منطقة عازلة بين اليمن والسعودية تعمل على تحجيم نشاط الميليشيا العسكرية وتمكين الشرعية من مناطق بعينها هذه التحركات العسكرية المفاجئة تزامنت مع تصعيد ميليشيا الحوثي والمخلوع على الحدود واستهدافها الأراضي السعودية بعدد من الصواريخ الباليستية لكن قوات الدفاع الجوية السعودية اعترضتها واستهدفت مواقع الإطلاق بحسب قوات التحالف كما تأتي هذه التحركات بعد أيام من تعيين الرئيس هادي محافظا جديدا لصعدة والتحشيد في صفوف الجيش الذي بدأ منذ شهرين بتجنيد المئات من المقاتلين لخوض المعركة الفاصلة مع الإنقلابيين إذا ما تعذر الوصول إلى اتفاق سياسي وتعثرت خطوات الدبلوماسية الدولية عن المضي قدما لوقف صوت السلاح